تلك القضايا التي يجد الإنسان نفسه أمامها يحتار في الحديث عنها يتحسس الخطأ وهو يمضي رؤية الضمير و رؤية العقل و مقتضيات اللحظة الراهنة كلها عوامل تتداخل أمام الإعلامي ماذا يقول و كيف يتحدث و هل يرضي ضميره و يرضي خاطره و هل يحافظ على مصالح الناس و هل يتجاوز على مصالح الدولة و هل نحن في فترة حاسمة و حساسة تجعلني و تجعل كل إنسان يتحسس الخطأ و هو يمضي يراجع كلماته و هو يتقول ينظر إلى الأمام و لا ينظر إلى الخلف يدرك حجم معاناة الناس و كيفية التواصل و كيفية التخفيف من على نفسيات الناس و ألام الناس و جروح الناس لا يمكن أي إعلامي وطني حقيقي مغموس بطراب هذا الوطن منتمي إلى فئاته الاجتماعية إلى البسطاء إلى الناس الناس الذين نعرفهم الناس الذين عشنا معهم الناس الذين تربينا في كنفهم هل يمكنك أن تتجاوز ضميرك و أن تقفز إلى الأمام و أن تتناسى أوضاع اجتماعية صعبة يعيشها الناس لا أظن أن أحدا لديه صحوة من ضمير يمكن أن يتغاضى أو يغض النظر لكننا و هذه أزمة كل إعلامي عند ضمير لكننا دوما و نحن نتحدث نضع لأنفسنا خطوطا حمراء هذه الخطوط تقول أن هذا الكيان الوطني لابد أن يبقى و أن مؤسسات الدولة المصرية لابد أن تعذب و أن تساند من كل إعلامي حر يخاف على أرض الوطن قد تأتي و تقول لي يا أخي كفاية شعرات و كفاية كلام احنا بنعاني و احنا تعبنين و احنا كذا و أنا معك و أدرك و أتألم لألمك و عندما أرى مواطن لا يجد قوت يومه أشعر كأنني مسؤولا مثلي مثل أي شخص آخر و أكاد أزعق في نفسي بصوتك و بألمك و بمعاناتك هذه حقيقة ما بداخلنا دون لف أو دوران دون شعرات كبيرة حتى و لو كانت صحيحة دون مزايد أو تزيد لكنه الوطن لكنها التحديات التي تملي عليك خطوطا حمراء قد تضعها لنفسك و أنت تتحدث وتنظي في طريقك بالمصدر و تحاسب على كل كلمة تجد نفسك في المربع الذي هو مربع كل وطن شريف يتحدث عن معاناة الناس عن أزمة وطن عن مشاكل عن قضايا لكنه يراعي حزبة أن يبقى هذا الوطن و أن يبقى الأمن و الاستقرار